قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بطيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد علمنا فيما سبق أن للمعاصي عقوبات عقوبات شرعية وعقوبات قدرية وعقوبات في البرزخ بعد الموت وقبل يوم القيامة وعقوبات في عرصات يوم القيامة كل ذلك قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار عيازا بالله من أهل النار فلكي يتق العبد هذه العقوبات فلابد أن يتق المعاصي التي تؤدي إلى هذه العقوبات فلابد من معرفة أسباب المعاصي وذلك لمعالجتها فإذا عرفت هذه الأسباب فإنك لم تقع فيها وأمكنك معالجتها من أسباب الوقوف المعاصي وإنك المعاصي ضعف الإيمان رقم واحد سانيا الجهل بالله تعالى والجهل بشرعه وأمره ونهيه سالسا الإغترار بعفو الله تعالى ورحمته أولا ضعف الإيمان إن الإيمان إذا كمل فإنه يحمل العبد على ترك المعاصي لأنه بذلك يحب ما يحبه الله تعالى ويبغض ما يبغضه الله عز وجل قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان فمن حبب إليه الإيمان فإنه يكره الكفر والفسوق والعصيان حتى قال بعض السلف إني لا أحسن أن أعصى الله سبحانه وتعالى هو لا يحسن أن يعصى الله عز وجل ولكنه يحسن أن يطيع الله عز وجل لأن الله عز وجل حبب إليه الإيمان وزيّنه في قلبه وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا والرضى بالله ربّا يقتضي الرضى بقضائه وقدره والرضى كذلك بأمره ونهيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حينما يسرق وهو مؤمن وللسلف في تفسير هذا الحديث قولان البعض يقول المنفي أصل الإيمان ساعة الإجرام ثم يعود إليه حين الندم والبعض يقول إن المنفي كمال الإيمان فلو أن إيمانهم كاملا ما عصى الله سبحانه وتعالى لأن لو أن إيمانه كاملا لأحب ما يحبه الله عز وجل ولا بغض ما بغضه الله سبحانه وتعالى إني لا أحسن أن أعصي الله سبحانه وتعالى فضعف الإيمان هذا لابد من معالجته بكمال الحب لله عز وجل وينبني على حب الله سبحانه وحب ما يحبه وبغض ما يبغضه ثانيا الجهل بالله وأمره ونهي سبحانه وتعالى الله عز وجل يقول في سورة يوسف على لسان يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فما هو الجهل الجهل أن لا يعلم أن هذا منكر وإذا علم أن هذا منكر وآتا فهذا أيضا جهل فالجهل عدم العلم والجهل أيضا هو السفة إذا علم أن هذا جرم وفي ذلك يقول الشاعر العربي ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين والله تعالى يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون معنى أنكم قوم تجهلون يعني قوم سفهاء كيف تطلبون إلها والله عز وجل قد أنجاكم من عدوكم وفلق لكم البحر وأغرق عدوكم أمام أعينكم ثم بعد ذلك تطلبون إلها كيف يكون ذلك هذا هو الجهل بعينه حتى وإن علموا أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم قال إنكم قوم تجهلون فالجهل يعني السفه ويعني عدم العلم الجهل داء ودواؤه العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال العي هو الجهل وهو داء ودواؤه سؤال أهل العلم لقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهل وظهور المعاصي في قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر فقد قرن بين الجهل وبين فعل المعاصي فإن العلم شفاء ودواء ولا يكون عالما حقا إلا من عمل بما علم به فإذا لم يعمل بما علم فإنهم أيضا جاهل الله عز وجل يقول عن السحر ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يقول علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ثم يقول ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أثبت لهم علما لأن هذا ضار ثم لم ثم لم لم يعملوا بمقتضح هذا العلم نفع عنهم العلم لأن النتيجة واحدة لأنه لم يعمل بعلمه ومن أسباب المعاصي الاغترار بعفو الله وبمغفرته يقولون الله غفور رحيم نعم الله غفور رحيم لكنهم يقولون ذلك يعني افعل ما شئت فإن الله غفور رحيم والله تعالى يقول يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد الله عز وجل يحكي عن المؤمنين وعن أهل النفاق ما يحدث بينهم من تخاطب يوم القيامة فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم؟ المنافقون يقولون للمؤمنين ألم نكن معكم في الدنيا؟ نعم كانوا معهم في الظاهر قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فيا مغرورا بالأماني إن إبليس لعن بترك سجدة واحدة وأخرج آدم من الجنة بسبب أكل واحدة وأوسع الظهر منك ضربا بسبب كلمة قزف وأبان العضو منك بسرقة سلاسة دراهم ودخلت امرأة النار في هرة وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم سبعين خريفا وإن الرجل ليعمل بطاعة الله تعالى ستين سنة حتى إذا دنى أجله جار في وصيته فيختم له بسوء عمله فيدخل النار ومن أحدث في صلاته قبل التسليم فسدت صلاته كلها ومن أفطر قبل غروب الشمس وكان صائما فسد صومه كله في ذلك اليوم فلا تأمن أن يدخلك الله النار في معصية تموت عليها من قبل أن تتمكن من التوبة يقول أحدهم سأفعل هذه المعصية ثم أتوب بعدها مش أدراك أنك تستطيع أن تتوب بعدها إن مثل المسوف كمثل رجل خرج ليقطع شجرة فقابله الشيطان وقال أجل قطعها اليوم مثل الغد وهذا العام مثل العام القادم أجلها فسمع كلام الشيطان فلما جاء العام القادم وجاء ليقطعها كان كالضعف ومرض والشجرة استمكنت من الأرض وازدادت قوة فلم يستطع أن يقطع الشجرة لوهن في قوته وقوة في الشجرة وكذلك المعاصي إن شجرة المعاصي تضرب بجزورها وتتمكن والإيمان كان اليوم قويا وتستطيع أن تتوب صار ضعيفا فلم تتمكن من التوبة قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين إيش أدراك أنك تكونوا إيش أدراكم أنكم تستطيعون أن تكونوا بعده قوما صالحين وإن السياء تولد مثلها ولا تولد بعد ذلك عملا صالحا من شؤمها ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم هل استطاعوا أن يتوبوا؟ هل استطاعوا أن يفعلوا؟ لم يتمكنوا إلى يوم يلقونهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فلا تأمن أن يدخلك النار بمعصية تموت عليها من قبل أن تتمكن من التوبة إن المعاصي تعظم بأشياء من هذه الأشياء التي تعظم بها المعاصي الإصرار عليها يقول تعالى في صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لزنوبهم ومن يغفر الزنوب إلا الله ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون بلا من كسب سيئة وأحاطت به خاطئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الإصرار 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 واستصغر الزنوب ولكن أنظر من عصيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمنة يرى الزنب كأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه وإن الفاجر أو المنافقة يرى الزنب كأنه الزبابة تقع على أنفه ويقول لها هكذا قال أنس رضي الله عنه للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أبق من الشعر وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو من المهلكات وأكبر من الزنب الفرح بالزنب يقول أحدهم أرأيت كيف هتكت عرضه ويقول الآخر أرأيت كيف خدعته وكيف غششته وكيف ضحكت عليه إنك ضحكت على نفسك وأضحكت عليك الشيطان ومن ذلك أيضا أن يتهاون العبد بستر الله تعالى وحلمه ومن ذلك أيضا المجاهرة بالزنب المجاهرة بالزنب أعظم من الزنب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين يبيت أحدهم يفعل الزنب ويستره ربه سبحانه وتعالى ثم يصبح فيكشف ستر ربه يقول لقد فعلت الليلة كذا وفعلت كذا وكذا يتفاخر بماذا ومن ذلك أيضا أن يكون المزنب عالما يتأسى به الناس أو يكون ظاهره الالتزام أو يكون ظاهره الالتزام يتأسى به الناس ويصبح للناس فتنة إذا فعل المعصية مع ظاهر الالتزام أو أن يكون عالما إن الزنب يعظم مع شرف الحال وشرف الزمان وشرف المكان أما شرف الحال أو شرف العامل فقد قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير لماذا يضاعف العذاب لشرف حال العامل وكذلك إذا عمل صالحا فإنه يؤجر مرتين يؤجر الضعف على عمله الصالح ويعاقب الضعف على عمله السيء لشرف العامل وشرف الحال أما شرف الزمان فوقوع المعصية في شهر رمضان أو العشر الأول منذ الحجة زمان شريف تتضاعف فيه الحسنات وتتضاعف فيه السيئات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وكذلك شرف المكان كالمسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى الأماكن الشريفة يعظم فيها الزم قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم قال ومن يرد لم يقل ومن يفعل مجرد الإرادة لو أن رجلا باليمن أراد سوءا وأراد أن يعصى الله تعالى في المسجد الحرام لعاقبه الله تعالى هكذا قال السلف رحمهم الله إن جريمة على بصاط الملك ليست كجريمة في مملكته إنها تعني الجرأة على الملك وكذلك عند ضعف الداعي الداعي إلى المعصية ضعيف ومع ذلك يعصى قال النبي صلى الله عليه وسلم سلاسة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر شيخ زان الداعي عنده ضعيف فمعا أنه يقع في الزنا مع ضعف الداعي عنده ليس هو كالشاب هذا يدل على جرأته على معصية الله سبحانه وتعالى لذلك كان عذابه أشد وملك كذاب المملوك والمحكم قد يصانع من فوقه قد يصانع من فوقه وقد يحمله ذلك على الكذب والكذب عليه حرام وإن كان محكوما وإن كان مملوكا فما بال الملك لا يحتاج إلى أن يصانع أحد لأنه على قمة شعبه يصانع من ويدار من الناس يدارونه ويصانعونه فهذا ليس محتاج إلى الكذب فإذا ما تجرأ وكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى الرعية فإن عذابه مضاعة وكذلك العائل المستكبر يعني فقير متكبر لو كان غنيا لقلنا أداه الغنى إلى الاستكبار لو كان زى سلطان لقلنا أداه سلطانه إلى أن يغطر وتكبر ولكنه فقير فقير ومتكبر مع ضعف الداعي عنده يفعل الزنب هذا فيه جرأة زائدة على الله سبحانه وتعالى في الحقيقة أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وفهم معاني أسمائه وصفاته والعمل بمختضى هذه الأسماء والصفات يولد عند العبد المراقبة لله سبحانه وتعالى فلا يقع فيه معصية إذا آمن العبد أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير وعليم وشهيد ورقيب تولد عنده المراقبة لله سبحانه وتعالى الذي يسمع أقواله ويرى أفعاله ويشهد أحواله ويعلم ما هو عليه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى يقول الإمام القرطبي رحمه الله الورقة حينما تسقط من الشجرة تدور حول نفسها عدة دورات إلى أن تسقط على الأرض إلى أن تسقط على الأرض الله عز وجل يعلم كم دورة دارت فهل يخف عليه شيء من أعمالكم أيها المكلفون أحصاه الله ونسوه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين انظر ماذا قال بعدها وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى إن الإيمان بهذه الصفات يورس عند العبد المراقبة وما سمرت المراقبة سمرت المراقبة حبس النفس عن المعاصي وصرف النفس عن الهفوات والتأدب مع الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل في كل الأحوال وكل الأوقات ومع كل الأفعال ومع كل الأوقات إن الإنسان جبل على مراعاة من يراه ومن يشاهده وإنما يعصى العبد حينما يضعف عنده استحضار معاني هذه الصفات وهذه الأسماء الحسنة لله سبحانه وتعالى من سمرات المراقبة الحياء والحياء خلق يحمل المسلم على فعل الجميل وعلى ترك ما هو قبيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء قالوا إن لنستحي والحمد لله رسول الله قال ليس ذلك إنما الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء روى الطبراني وصححه الألباني من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك وقال كعب استحيوا من الله تعالى في سرائركم كما تستحيون من الناس في ظواهركم لو أن ملكا شديد البطش يجلس في إيوان قصره وعلى يمينه السياف وأمامه النطع بسط من جلد وحوله نساؤه وبناته وبناته وجواريه فهل ترى أن أحدا من الحاضرين يهم بريبة أو بفعل شيء قبيح نحو نسائه والملك ينظر إليه الجواب لا فأقول لك الله عز وجل أكثر مراقبة والله عز وجل أكثر نكالا فالخوف من الله أولى سبحانه في بعض المحلات التجارية الكبيرة يضعون كاميرات وششات تلفزيونية لمراقبة الزبائن ومراقبة العاملين في المدقر لاتساعه لا يستطيعون المراقبة غير ذلك والزبائن يضعون السلال في أيديهم يأخذون البضائع ويضعونها في السلة وهم يعلمون أن الكاميرات تراقبهم وهم ظاهرون على الشاشة فهل يخطئ أحدهم فبذلا من أن يضع البضاعة في السلة يضعها في جيبه الجواب لا فلتكن أشد خوفا من الله عز وجل الذي يراقبك ليلة نهار ولا يغيب عليه شيء من أحوالك سبحانه تعالى هناك اتصال السلام وعليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وخير وجزاك يا شير لو تكرر فتوى سانة مدخنة اللي يحمل السجاير بيجيبه أخناها الصلاة هل تقبل الصلاة يا شير ألا يحمله السجاير وهو بيصلي نعم نعم أجيبك إن شاء الله هذا رجل متلبس بمعصية مع وجود طاعة إلا أن هذه المعصية لم تبطل تلك الطاعة فالطاعة يأخذ سوابها والمعصية يأخذ سيئتها أشبه بمن صلى في الأرض المغصوبة على قول جمهور العلماء أن صلاته صحيحة وهو آسم باغتصاب الأرض وكذلك من صلى في سوب حرير أو توضأ من إناء الزهب جمهور العلماء يقولون صلاته صحيحة لكنه يأسم بهذه الأفعال وكذلك المحرم إذا شرب السجاير وهو محرم نقول له اتق الله إنك متلبس بطاعة فلا تشغب عليها بتلك المعصية فليتق الله عز وجل العبد ويترك سائر المعاصي ولا يلابس الطاعات بمعصية الله سبحانه وتعالى فليخجل هذا العبد من الله عز وجل يقول أبو الفتح بن مخرق كان رجل بالشام كان هناك رجل بالشام احتجز امرأة وفي يده سكية فكلما قاربه رجل ليخلص المرأة عقره بالسكين وكان الرجل شديد البنية قويا لم يقدر عليه أحد فمر بهذا المشهد بشر بن الحارس العالم الزاهد المعروف فحك كتفه بكتف الرجل وقال له كلمات في أذنه قال رأاني وأنا أفعل ذلك وسو أتا كيف ينظر إلي بعد اليوم قال رسول الله صلى الله سلم يقول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك وهذا الرجل حمى حينما عرف أن الذي ذكره بذلك بشر بن الحارس وتصبب عرقا ربما يقول قائل لو قلت هل مجرم لضحك منك أقول ما خرج من الفم وصل إلى الأذن ولكن ما خرج من القلب وصل إلى القلب إن الكلمات خرجت من قلب بشر بن الحارس فوصلت إلى قلب هذا الرجل فانفعل لها وسقط على الأرض كان هناك شيخ يقرب تلميذا له دون سائر التلاميذ فعوتب في ذلك لما هذا التلميذ تقرب دون سائر التلاميذ فقال لهم سأريكم لما أقرب فأمر التلاميذ أعطاهم كل واحد سكينا وطائر وقال له ازبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد فذهبوا جميعا وجاءوا بالطائر مسبوحا وجاء هذا التلميذ بالطائر غير مسبوح وقال له يا سيدي أنت قلت لي ازبح حيث لا يراك أحد وأنا أينما حللت وجدت الله عز وجل يراني فقال لأصحابه أرأيتم لهذا فضلته وقربته سعيد بن جبير رحمه الله أحد التابعين يحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ليلا يتفقد أحوال أهل المدينة فإذا رأى منكرا أنكرا وهو يسير في شوارع المدينة سمع صوت امرأة في بيتها تقول تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله لرب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يصونني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه فطرق الباب عمر رضي الله عنه من قال أنا عمر فقالت المرأة أنت لست بعمر فعلى صوت عمر أنا عمر فأدركت أنه عمر لما على صوته وفتحت الباب ماذا كنت تقولين أعيدي عليه فأعادت عليه الأبيات قال وأين زوجك قالت خرج للجهاد في سبيل الله فعاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حفص ابنته وزوجة رسول الله صلى الله سلام يا حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها قالت يا أمير المؤمنين ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر فكان عمر بن الخطاب لا يترك الجنود فوق هذه المدة حتى يعيدهم إلى زوجاتهم وأصل هذا في كتاب الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن ثاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه قال رجل للجنيد رحمه الله بما أستعين على غد البصر قال بأن تعلم أن نظر الناظر إليك أسرع من نظرك يعني نظر الله سبحانه وتعالى إليك أسبق إليك من نظرك إلى المنظور راود رجل امرأة فقالت له ألا تستحي فقال لها إنه لا يران إلا الكواكب فقالت وأين مكوكبها بلال بن سعد يقول لا تكن وليا لله في العلانية عدوا لله في السر إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب عن أبي عامر الهاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة جبال تهامة في الحجاز جبال عظيمة أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله تعالى هباء منثورا فيجعلها الله تعالى هباء منثورا فقال رجل يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا حتى نحذر ما يفعلون قال أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون يعني يصل ويصوم ويقوم الليل إلا أنهم انظر إلا أنهم إذا خلوا بمعاصي الله تعالى انتهكوها هذه الخطورة الأمر جد الأمر جد فما هو العلاج الأمر جد فمن نجاه قال صلى الله عليه وسلم سلاس منجيات خشية خشية الله في السر والعلانية هذا هو العلاج هذا هو طريق النجاة سلاس منجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية والقصد في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا وأن يدعو العبد بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك هذا هو العلاج وذاك هو الدعاء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه قال مجاهد في تفسير قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قال هو الرجل يخلو بمعصية الله تعالى فيذكر مقام الله تعالى فيدعها فرقا من الله تعالى وعن وعن شقيق ابن سلم في تفسير قوله تعالى عن مريم عليه السلام إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال علمت مريم أن التقي زو نهية التقي ذو نهية تنهاه تقواه عن معصية الله سبحان وتعالى وقال النبي صلى الله عليه سلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله تعالى وعين باتت تحرص في سبيل الله عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله تعالى وعين باتت تحرص في سبيل الله قال الزبير بن العوام رضي الله عنه اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح ليكن لك صيام لم يعلم به أحد ليكن لك ركعات في جوف الليل لا يعلم بها أحد تدخل ذلك عند الله سبحانه وتعالى حتى قال بعض السلف ما فعلته علانية فإني لا أعده شيئا وأما ما فعلته سرا فهذا ما أدخله عند ربي سبحانه وتعالى عبد الله بن دينار يقول خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسافرين من المدينة إلى مكة فلما قاربوا مكة يقول فعرصنا في بعض الطريق فانحضر علينا راعي غنم فقال له عمر رضي الله عنه يا راعي الغنم أعطنا شاة فقال له يا سيدي أنا لم أملك الشياة إنما أنا وهي مملكين لسيدنا لا أستطيع أن أفعل ذلك فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه مختبرا اعطنا شاة وإذا سألك صاحبها فقل له أكلها الزئب فقال له الغلام الراعي يا سيدي وأين الله سبحانه وتعالى وأين الله فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعم وأين الله ثم أعتقى الغلام واشتراه فأعتقه واشترى الغنم وملكها للغلام وقال هذه أعتقتك في الدنيا وأرجو الله تعالى أن تعطقك من النار يوم القيامة يقول بعض العلماء إن هذا الغلام راعي الغنم علم من حقيقة الدين وجوهره ما لم يعلم علم من حقيقة الدين وجوهره ما لم يعلمه من علم الشريعة كلها سمه وأكل الحرام إن الذي عنده من كتب الشرعي من الأرض إلى الصقف وعلم كل الأوامر والنواهي في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ثم هو بعد ذلك يأكل المال الحرام لم يدرك من حقيقة الدين ما أدركه هذا الغلام راعي الغنم الذي أجاب أمر وقال وأين الله يا سيدي أين الله أين الله عند الطبيب الذي يدعو المريض لعمل عملية جراحية والمريض لا يحتاجها يريد الطبيب أن يقطع في بدنه وأن يأخذ نقوده ومريض آخر دخل لعملية زيدة فخرج وإحدى كليتيه غير موجودة أين الله عند الصيدلي الذي يبيع الدواء وقد انتهت مدة الصلاحية أين الله عند المحامي الذي باع القضية للخصم وقبض السمن أين الله عند فن الإصلاح الذي يصلح الغسالة والتلاج والبتجاز ويدعي تغيير قطع غيار وهو لم يفعل ذلك إنما أخذها في جيبه ما الفرق بينه وبين الذي شرط جيبك وأخذ نقودك أين الله عند الكهرباء الذي ادعى لف المطور وكان يحتاج إلى توصيل سلك بسلك مع قطع الشكرتون تساوى عشرة قروش وأخذ مئة جنيه تم اللف المطور ما الفرق بينه وبين اللص والحرام أين الله عند بائع الزيت الذي فتح البرميل فوجد فيه فأرا ميتا فألقى الفأر وباع الزيت أراد أن يربح في الدنيا ولكنه خسر دينه والعياذ بالله أما يعلم أن الفئران تجلب على الناس مرض الطعون أين الله عند المزارع الذي وضع للزرع هرمونات لينضج الزرع قبل أوانه وتكبر السمرة ويأكلها الناس فيصابوا بالفشل الكلوي وأمراض الكبد التي انتشرت بسبب ذلك أين الله عند صاحب مزارع الدجاج الذي يطعم الكتاكيت هرمونات فيصبح الكتكوت بعمر الشهرين أدل فرخ بعمر سنة ويطعمها الناس ويصابوا بالفشل الكلوي وأمراض الكبد التي انتشرت بسبب تلك الهرمونات أين الله عند هؤلاء جميعا أين الله عند بائع الفاكهة الذي يستبدل الكيس الجيد بكيس معطوب يقول الزبون لقد وزن لي فاكهة ماضجة جيدة فلما زهرت إلى البيت وجدت في الكيس فاكهة معطوبة كيف حدث ذلك والفاكه يقول لجاره لقد خدعته لقد ضحقت عليه إنه ضحك على نفسه وأضحق عليه إبليس أين الله عز وجل عند التجار الذين يتواطؤون على إرساء المزاد على أحدهم مع بخس السلعة والإضرار بالبائع كأنهم تآمروا على سرقة هذا المبيع أين الله عند الموظف الذي يمنع قضاء المصلحة للناس ويمنع منهم حقوقهم حتى يؤد له الرشوة وإن لم يفعلوا قال له فتع لنا بكرة يا سيد فيذهب هذا الرجل صاحب الحق إلى زميل هذا الموظف لماذا يؤخرني لماذا لم يعطيني مصلحتي يقول له لأنك ما فتحتش مخك لو فتحت مخك تخلص المصلحة مهرت وقد يسأل البعض أعطيه أم لم أعطيه نقول إذا كان هذا هو حقك أعطيه هو يأكل سحتا وأنت تدرك مصلحتك يجوز للمعطي ولا يجوز للآخذ لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف في معاملة واحدة تجوز لطرف وتحرم على الطرف الآخر ألي هذا نظير في شرع الله قال نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لزي مرة قوي فكان يأتيه الغني فيلح عليه في السؤال وكان يأتيه ذي المرة القوي ذي المرة القوي ويلح عليه في السؤال فيعطيه فقال يا رسول الله إنك تقول كذا ومع ذلك تعطيهم يعني هم غير مستحقين وتعطيهم فقال صلى الله عليه وسلم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله علي البخر فهي سحط للآخذ إذا لم يستحق ويجوز للمعطي فهذه نظير تلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أين الله عند المقاول الذي يغش في الموان فتنهدم العمارة عند أدنى زلزال بخمسة رختر أو أربع رختر هذه الزلازل خمسة واربع رختر بتكشف الزمم والضمائر الخاربة وتنهدم العمارات على أصحابها نسأل الله عز وجل أن يعيز أوطاننا من الزلازل ومن السيول ومن الأعاصير ومن كل سوء أين الله عند مندوب المشتريات الذي يقبل عروض أسعار مضروبة وليست عروضاً حقيقية ليجامل تاجراً والحل أن يعامله مباشر وأن يمارسه ولا داعي للخداع ولا داعي للكذب في الحقيقة لا بد من معرفة الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى وإحياء الضمائر من جديد بالإيمان والتقوى لأنه من عرف الله سبحانه وتعالى تحصل له الهيبة والخشية من عرف الله تعالى حصلت له الهيبة من الله والخشية له قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه من عرف الله تعالى حصلت له السكينة والطمأنينة قال تعالى قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من عرف الله تعالى أنس قلبه بالله وقرت عينه بالله وقرت عينه بلقاء الله وقرت به كل عين قال النبي صلى الله عليه وسلم عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لماذا عدل عن الغريب إلى عابر سبيل قال لك لأن الغريب ممكن يصطن في المكان أما عابر السبيل فلا يصطن في المكان وقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها إن الوطن الحقيقي للمؤمن هو الجنة الجنة التي نزل منها في ظهر أبيه آدم فعلى العبد أن يحرص أن يعود إليها كما نزل منها فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم من عرف الله تعالى أحبه ومن أحب الله تعالى أطاعه تعص الإله وتزعم حبه هذا لعمر في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحبا لمن يحب مطيعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم زنوبكم من عرف الله تعالى فإنه لا يأسف على ما فات ولا يفرح بما هو آت لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لا يأسف على فوات دنيا أو سلطان أو مركز أو وظيفة أو شيء من الدنيا لا يأسف على فوات زال لكن يأسف على طاعة فاتته لله سبحانه وتعالى من عرف الله افتقر إليه فأغنى وتواضع إليه فرفعه وزل لله فأعزه من عرف الله أزرى بنفسه وأسنى على ربه من عرف الله تعالى استمر على أعمال البر وأعمال الخير حتى الممات واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قيل للجنيد رحمه الله إن أناسا قالوا بسقوط الأعمال عنهم لأنهم وصلوا قال نعم إنهم وصلوا ولكن وصلوا إلى سقر والعياذ بالله ثم قال أنا لو عشت ألف سنة ما أنقصت من أعمالي شيئا من عرف الله عز وجل لو أعطي ملك سليمان من شغل به عن الله بل ينشغل به لله ولم ينشغل به عن الله سبحانه وتعالى من عرف الله عظم شعائره وعظم حرماته قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه من عرف الله تعالى لا يعارض شرعه بإلهام ولا بكشف ولا بمنامات ولا بهوى ولا بآراء الرجال من عرف الله تعالى فإنه يحذر الزنوب من عرف الله تعالى إن مجالسة من عرف الله تعالى تدعوك من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الغفلة إلى الزكر ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الدار الآخرة ومن الكبر إلى التواضع ومن الغش إلى المناصحة إن مجالسة من عرف الله تعالى تدعوك من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الغفلة إلى الزكر ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الدار الآخرة ومن الكبر إلى التواضع ومن الغش إلى المناصحة من عرف الله تعالى فإنه يدور مع الأمر حيث دار يعمل على مرضاة الله سبحانه وتعالى في كل وقت بواجب الوقت تجدوه مع المصليين مصليا ومع المتصدقين متصدقا ومع الصائمين صائما ومع طلب العلم طالبا ومع القراء قارئا وفي وقت الصحر داعيا مستغفرا وفي العشر الأواخر من رمضان معتكفا ومع المعتمرين معتمرا ومع الحجاج حاجا وعند طلب المحتاج تجدوه مجيبا لطلب المحتاج وعند حضور الضيف مهتما به فهو يعمل لله سبحانه وتعالى على مراد الله لم تملكه الرسوم ولم تقيده القيود هو عبد الله المطلق وغيره عبد الله المضيق فاللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغن به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعن بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تصلت علينا بزنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت قلوبنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته